في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون من أزمة سكن خانقة يثير مشروع داري الذي أعلنت عنه حكومة الكاظمي العام الماضي الكثير من علامات الاستفهام بشأن مدة إنجاز المشروع وتكلفة وحداته السكنية حيث يؤكد خبراء اقتصاديون أن المشروع لن يحل أزمة السكن واصفين إياه بالكذبة الكبيرة خبراء الاقتصاد استندوا في تحليلهم لجدوى المشروع من عدمه على أسباب عديدة أبرزها بناء المشروع في الصحراء إضافة إلى عدم توفر البنى التحتية والخدمات اللازمة لإنجازه كما أن المشروع يحتاج إلى سنوات طويلة لإتمامه في وقت تقدر فيه حاجة البلاد إلى أكثر من ثلاث ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة بحسب وزارة التخطيط الحالية ومنذ عام 2003 تسجل أسعار العقارات في العراق لا سيما بغداد ارتفاعا كبيرا في قيم الشراء يتجاوز أسعار الشقق والمنازل في غرب القارة الأوروبية بسبب ارتفاع أسعار النفط والنزوح من الأرياف إلى المدن في حين يعتلي تلك الأسباب الفساد المالي وسوء الإدارة والتخطيط العمراني واليوم فقدت الحكومة مواقع مهمة للكثير من الأراضي بعد أن منحتها لبعض المصارف وشركات الاستثمار بقيم بخسة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية وفقا لتقارير صحفية وفي المقابل تعد العشوائيات أحد أكبر المشاكل التي أنتجتها السياسات الحكومية وفشلت في إيجاد حل لها أو حتى إيقاف تمددها المستمر فلا يستغرب بعد تلك التخبطات بطرح مشاريع خدمية فاشلة أن تحتل بغداد ولأكثر من مرة مراتب متقدمة في قائمة المدن الأسوأ للعيش حول العالم